ومن جانبه أكد معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أماناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي خلال استضافته في استيديو مركز الأخبار على الدور الكبير لجلالة ملك البلاد المعظم في نقل التسامح الديني والتعايش السلمي في مملكة البحرين إلى العالمية لدينا في الحقيقة اليوم أربع مليار نسمة في الحالم ينظرون إلى البحرين نظرة مختلفة نظرة لها علاقة بالتسامح الديني بالحرية الأديان وكذلك بالتعايش السلمي ونعتقد أن هناك أسباب كثيرة لذلك أهمها في الحقيقة أن جلالة الملك بشخصه الكريم هو الذي نقل التسامح الديني والتعايش السلمي في البحرين إلى العالمية كما وأكد معالد دكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي على ما تبذله مملكة البحرين من جهود واضحة وكبيرة في سبيل تحقيق السلام والحوار بين الأديان والتعايش السلمي جهود البحرين في الحقيقة بدأت بنقلة من لدن جلالة الملك من عام 2021 عفواً 2001 نبدأ في عام 2001 إلى يوم من هذا في ذلك العام في الحقيقة وجه جلالة الملك بأن تعتبر البحرين قرار حيات الممتحدة بذلك العام الحوار البحرين في الحقيقة انتدبت ذلك ورحبت بهذا القرار ثم تلاغت طبعاً الكثير من المؤتمرات التي انظمتها البحرين وهناك أيضاً مؤتمرات شاركت فيها البحرين خارج الدولة ولكن الأهم في الحقيقة أن جاءت الملك نفسه حفظه الله شارك في اجتماع رفيع المستوى في هيئة الممتحدة في عام 2008 بشخصه هذا طبعاً دليل قاطع لأن اهتمامه في الحقيقة وصل إلى وصل إلى مستوى عالي جداً وشارك في كثير من الاجتماعات الدولية إضافة إلى كل التوجهات التي نتلقاها نحن في مركز الملك حمد العالمي لديه عائش السلمي هذا طبعاً يعتبر في الحقيقة أيضاً رؤى من جاءة الملك للمستقبل والشباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر